السلام عليكم يا شباب قبل كل شي اضغط لايك الفيديو واذا ما كنتم اشترف القناة اشترف القناة وفعل زر الجرس اليوم جابلكم اسهل طريقة لنقل البيانات او الملفات من حاتف ايفون الى الاندرويد او العكس من حاتف اندرويد الى الافون الطريقتين راح باشرح لك اوكي بسرعة واي ملف تبيها مثلا برنامج او مثلا ملف فيديو صورة اغاني وآآآآיכات اتصال رسائل كل شي يا شباب كل شي اوكي نروح للشرح اول شي ادخل في رابط في القناة وحمل البرنامج شيرت هذا هو البرنامج راح نستخدمه شيرت من رابط في القناة بعد ما تحمل البرنامج من رابط في القناة على الجهازين الايفون والاندرويد بهذه الطريقة كل ما عليك تعطيه الصلاحي اللازمة نضغط على hello تستطيع الصلاحة اللازمة للوصول إلى جهازك لملفاتك في جهازك حين كل ما عليك أول شيء بشرح لكم كيف ترسل من آيفون إلى الأندرويد بعدين بشرح لكم كيف ترسل من آيفون للآيفون فأي الله أول شيء من آيفون للآندرويد الطريقة جدا سهلة لنفتح لك هذه النوافذ العنية حاول أنك تغرقها الآن اضغط على إرسال من هذا الآيفون إلى الأندرويد بعد ما تضغط على الإرسال اضغط على كيلوز إذا فتح لك إعلان الآن من الجهاز الثاني اضغط على استلام إذا فتح لك هنا يعني أعطيه صلاحية الوصول أوكي أعطيه صلاحية الوصول بهذه الطريقة اضغط على التالي أوكي الآن كل ما عليك أنك تروح للجهاز الآيفون حتى ترسل الخيارات الأفقية نحن نشوفون عندك خيارات كثيرة من ضمنها الصور الفيديوحات الموسيقى الجهات التصال نحن نشوفون كل جهات التصال موجودة هنا أريد أرسل مثلا صورة طبعا هذا الجهاز الجديد ما في أي شيء ما في أي بيانات بس حبيت أشرح لكم الآن كل ما عليك أنك تحدد الصورة لأول فيديو أو مجموعة صور فيديوهات أي شيء تريد ترسله روح للقسم واختار الشيء اللي تريد ترسله واضغط على SENT بعد ما تضغط على SENT واضغط على HALO أوكي ضغط على SETTING أوكي أعطي صلاحي الوصول بعد ما تعطي صلاحي الوصول اضغط على BUG أوكي BUG الحين نروح للتطبيق مرة ثاني اضغط على إعادة أوكي يعني بيعطيك قراءة QR طبعا بالضغط على QR ناس من يشوفون رمز الاستجابة السريعة ووصل اقرأ QR اللي موجود هنا بهذه الطريقة خلاص الحين تم قراءة رمز QR اضغط على Oكي الحين نتوذر ثواني لين ما يقل ما ينقل إذا فتح لك نواة إعلانية يغلقها انتظر ثواني لين ما يعرف التطبيق اضغط على أول واحد يعني سماح خلاص تم إرسال الصورة مباشرة الناس من يشوفون تم إرسال الصورة مباشرة في الجهاز الثاني ناس من يشوفون هاي الصورة خلاص الحين تم وصول الصورة اضغط على السماح هذا هو الصورة موجود في المعرض لو تدخل المعرض بتحصل الصورة تم إرساله وبس الحين كيف ترسل كيف ترسل من عند الويد للآيفون نفس التطبيق يا شباب نفس التطبيق أضغط على يعني الرجوع للخلف أوكي رجوع للخلف هنا الحين حتى ترسل حتى ترسل من هاتف أندرويد للآيفون طبعا الطريقة تختلف كيف حين بشرح لك أول شي تضغط على من الجهاز أندرويد تحت تضغط على إرسال تحدد الشيء التي تريد مثلا بحدد مجموعة فيديوهات أو بحدد فيديو واحد بهذا الطريقة أضغط على إرسال أضغط على فتح البلوتوت أضغط على فتح أضغط على السماح أضغط على التالي الحين رح بيفتح لك الكاميرا بهذا الشكل كل مو عليك أنك تضغط على هذه الثلاث نقاط يعني يقول لك اتصال بآي آيفون يعني اضغط عليها اضغط على موافق من جهازك الثاني إذا فتح لك أعلان اغلقها واضغط على استلام إذا فتح لك أعلان اغلقها يعني انتظر ثواني لينما يتم البحث عن الجهاز أوكي مثل ما تشوفون ظهر لنا ال power code أوكي الQR الحين كل ما عليك أنك تضغط على الكاميرا يعني بقراءة QR وجه الكاميرا بهذا الطريقة على QR مباشرة اضغط على جون خلاص الحين نطر الثواني لينما يتم نقل الصور والفيديو هات نش ما شوفون اضغط على أوكي يقول لك اقرأ مرة ثاني لأن في المرة الأول ما ضبط أوكي الحين قرأت مرة ثاني اضغط على جون الحين نتظر ثواني لينما يتم نقل الملفات من الـ وخلاص بهذا الطريقة تم النقل من هاتف الـ هذا هو الفيديو تم النقل خلاص الناس منش هذا هذا هو الفيديو تم نبلح الحين لو ترتاح المعرض بتحصل الفيديو تم إرسالها هذا هو الفيديو نحس منشوف وبس هذا هو طريقة النقل من حاتف منتقل البيانات أو الملفات من حاتف أندرويد للآيفون أو العكس من آيفون للآيفون وبس هذا هو المقطع مع السلام ترجمة نانسي قنقر